اشتركوا في القناة اشرف سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة والعقيد الركن محمد بن عبداللطيف جلال نائب رئيس الاتحاد بإهداء جلالة الملك المفدة كتابا من إعداد الاتحاد البحريني لألعاب القوى بعنوان خالد بن حمد والقوى البحرينية والذي وثقوا انجازات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة من عام 2012 إلى عام 2016 وكذلك جميع الانجازات والميداليات التي أحرزها لاعب مملكة البحرين في مختلف اللقاءات والبطولات والمحافل الإقليمية والعربية والدولية وقد أشاد حضرة صاحب الجلالة حفظه الله بالجهد الطيب الذي بذل في إعداد هذا الكتاب القيم والذي يوثق مرحلة مهمة من تاريخ رياضة ألعاب القوى البحرينية والإنجازات المتعددة التي حققها أبناء مملكة البحرين في مختلف المشاركات الخارجية كما أثنى جلالته على الإنجازات المشرفة والمتواصلة والتي يحقيقها سمو الشيخ خالد تعزيزا لإمكانة مملكة البحرين ودورها الفاعل في الأوساط الرياضية الإقليمية والعالمية معربا عن تقديره للجهود الموفقة لسموه ومتابعته المستمرة والتي قادت إلى حصد البطولات وتحقيق المراكز المتقدمة في مختلف الاستحقاقات والمنافسات القرية والعالمية مقدرا جلالته كذلك دور المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ودور الاتحاد البحريني لألعاب القوى برئاسة سمو الشيخ خالد وسعيه إلى تهيئة أفضل السبل والإمكانيات أمام اللاعبين ووضع الخطط والبرامج بهدف تطوير رياضة ألعاب القوى البحرينية والارتقاء بها حتى وصلت إلى العالمية مشيدا جلالة الملك المفدى بالنتائج المتميزة غير المسبوقة التي حققها أبطال وبطلات ألعاب القوى والتي عاكست ما وصلت إليه هذه الرياضة في البحرين من مستويات متطورة ومكانة مرموقة على الصعيد الإقليمي والقري والعالمي وما تذخر به من مواهب طيبة قادرة على المنافسة والتفوق وأكد جلالته على الحرص المستمر على تقديم كل الرعاية والدعم والتشجيع لشبابنا الرياضي في كافة الألعاب ليواصلوا عطاءهم ومسيرتهم الناجحة لإعلاء شأن الوطن وتعزيز مكانته الرفيعة متمنيا للجميع دوم التوفيق ومواصلة طريق النجاح والإنجاز من جانبه عرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن أسماء آيات الشكر والإمتنان إلى حضرة صاحب الجلالة على ما يقدمه جلالته أيده الله من دعم للحركة الرياضية وما يوليه من رعاية لرياضة ألعاب القوى والتي بلغت مكانة مرموقة خلال الأعوام الأربعة الماضية وذلك بفضل الإنجازات القرية والعالمية والأولمبية التاريخية التي حققها أبطال وبطلات مملكة البحرين في كافة المحافل الخارجية جاء ذلك لدى لقاء سموه بجلالة الملك وإهداء جلالته نسخة من الكتاب التوثيقي الصادر عن الاتحاد خالد بن حمد والقوى البحرينية وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن لقاء جلالة الملك يمثل وسام فخر واعتزاز لكل مواطن وكل رياضي على وجه الخصوص لما يوليه جلالته من دعم ورعاية فائقة للقطاع الرياضي مضيفا سموه سنظل دائما وأبدا نستمد قوتنا وإسهاماتها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي